امشي وياكي للاخر تحكلم احمد سانتا ينعر ابيض تتحرق فوف اكتر معي محروقة اه 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 جالي عادة حفلة غالي بوم دا كنو كاتب كتابي قول بقى معي عام سانتا اللي عليه انا هادي 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 وانت لو فكرت تيجي اعمل فيك واسوي او يا جماعة ده البوكس بتاع الجوسبس هنفتحه ونشوفش ايه اسئلة مالهاش علاقة ببعض محمد علي النور ده اسمك بالكامل قول لي دلع تاني بتحبه مين اول حد قالك خلي اسم شوارتك ابو الانوار وقال لي طلع اسم ميمو بعدها لا اسمي ميمو جي قبلها انا وانا صغير عادي كان اسمي محمد علي او اسم محمد يعني في عادة المصريين اي حد اسم محمد ببقى غالبا دلعوا ميدو او حمادة فانا اهلي حبوا يختلفوا فكان في ميمو دي ده او انا صغير من اهلي يعني ابو الانوار بعد ما كبرت عشان كنت تبقى دلع واحد صاحبي اسمه امر وحش يعني قلت اسمال وحش بيقول له ابو الوحوش فهو محمد نور فقال لي ابو الانوار بس فكده ابوي لما يجي الكلام معاه جد لو فيه كارسة ايه محمد لو دي بقى عادية خلاص ايه امتا لو مصاحب البنت اللي مصاحبها بتبقى لو فيها برضو مشكلة او ايه بتبقى ليه محمد فقال بمحمد بتبقى عاية في موضع رابة ما عرفش ليه بتربة او حد يقولي محمد اول ما بدأنا اول ما الرب سين ظهرنا او كنا بنحاول نظهر او كده كان اسم ميمو ده طاري اوي على البيحسن فانا لو كنت قلت لهم ميمو دي كان شتيم معهم مع ان بعديها اجيه مسلا يعني اسمال تانية اطارية ريت اقول افا غصة حد باسمو السيجية اسمالية عدت عادي فاروحت بعدها قلت خلاص سبت ميمو تظهر بقى طبقى موجودة مع ابو الانوار كده ما بتسمعش اجاني عر طبعا واي فترة كنت امتنعت فيها ان انا اسمع عربي مفقد شيء في اغنية انا برضو في الاول في الاخ انا رابر وكل حاجة بس انا رابر بالعربي فنانا لازم افضل فاكر ازا كدنا او تراسنا وكده كده انتوا حطينا اكتر اتنين بحبوهم اكشلي في البوت نيوزيك ومع مونير وبعدين مصطفى امر يا رب اشتغل معاهم بجد الانستر اشتغل مع الاتنين وبس كده اخر اغنية مونير اللي هي مشي ويا كيل الاخر اتاري اولك احب الاغنية دي ده احرج موضة الغنة ده 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 احرج موضة ايه لما كبرت او لسه نعم والله لسه نعم واعملوش لو او بعملوش اي حاجة او نعم زي ما قوة فقا كان انا وانا صغير الصراحة بكتير بس كده كده مع ظروف التقشر الغلافي والحاجات اللي بتحصل في مصر يعني يتجوه كده فبس ايه اللون اللي نفسك عاملو في شعري غير الاصفر والبنك انا كان نفسي اعمل لو هو الاخدر النيون ده بس يعني مش عارف بقى اللي ممكن يحصل يعني افكر ودي لسه افكر انا لو حلقتها حلق اشتع الواحد او الاتنين واقوم صباقها الواحد والتنين اخدر نيون كده بس اش عارف بقى كنت كوبي رايتر في شركة اعلانات قولي ايه اعلان انت اللي كتبت ولو في اغنية غنيها اول انا مش فاكر الاغنية بس في اعلان كان عن شركة تلكو عن الشريحة معينة كبان فيها وكان ليه اغنية عملناها بس ايه ان الاغنية اللي مش مغنيها ما كان شفى النين او المفروض ده او يعني مدير الشركة او اللي بيغني لكده فانا عن كتبتها مش فا موقفر فيها اي حاجة ده اول اعلان كتبت وكان لشركة كبيرة فانا او اشتاق اول اعلان كتبت وكان لشركة كبيرة بعدها يعني بطلت بقى بقى شغال في الشركة نفسها وبكتب للشركات الكبيرة وبيجوا يطلبوني بقى بالاسم بعدها كده بس لسه اتخرجتش لسه في رابعة اوه يا اخوانا اللي عندي في الكلية لو بتسمعوني لا عليكم لا عليكم انا عايزة اخلاص والله يا نفس اضلط اعلام فيلميكينج يعني بيفيدني في شغل شوية لما بعم مع مخرجين وكذا في الكريتمنس وكذا بس اعايزة اخلص بس الهدفي في حقيقة ان انا خلص الجمع مسلت خلاص قردي فيه فيلم نازل لانا طلع فيه مشهد يعني كذا طلع مشهد بسيط بس السنة وان شاء الله مسل انا كنت قردي وكذا قرش التمثيل ومع كذا حد من السادزة قوار قبل ما راب يعني قبل ما ابدأ اركز في الراب فاناوي ان شاء الله الفترة الجاية اوه ابدأ ارجع اركز في حتة دي خاصة ان انا يعني تديت رجعز بدنيا ونفسيا لذا يعني بس قلت انك بتعرف تتقمص وتكوبي رايت اي شي بتكتب كأنك دكتور او ساعة بريد طب ممكن تكتب حالا كأنك نقاش مش عارف اذا بطلون الدقان بقدم اتدايق من جوه عشان كل شوية صاحب الشغل قادي يمديني كلام وانا ما ليش زم بقى انا ما عملش اي حاجة انا بس مش عارف بطلون الدقان بيجي لك رايترس بلوك انا اغنية جالك فيها بلوك وسافرت فيها او متا انا وانا بكتب مش ببقى بعمل من عرض اغنية واحدة او كده انا ببقى عاد شغال فبتبقى ليا يعني بيجي لي رايترس بلوك في فترة فعني مثلا شهر او شهرين فبحتاج بقى مسلا بعد ما بقعد الاول احاول اجرب في الشهر ده ببقى عاد رافد ان انا جالي بلوك او كده وبقى عاد لو بقى كتب كل يوم وتطلع اغاني بس يا بتبقى فقد الحلاوة وانت بتبقى فقد شوية شغف بتعملك انك موظف فبقى مجايي بعديها طب ايشتا محتاجة اغير جوه قبل مسلا من اربعة شهور او كده كنتش بقى عارف ظروف ورق او كده مكنش بسافر برا مصر فبقى كنت مسافر بقى دايما جوه مسلا روح دهب نويبع جونس اهل اي حاجة واقعد يعنيك مسلا شهر وبعدين ارجع اشتغل دلوقتي بقى عشتا خلصت شغل على الالبوم وهمزله ان شاء الله بازن الله واجرب بقى اخد اجازتي دي ومن البلوك يعني بتاع الرايتس ده برا مصر فاشوف بقى يعني اجرب بس كده عندك تسجيلات كتيرة على موبايل باروت مش منزلها ممكن اسمع واحد منهم مش بسجل باروت اكتر عندي على موبايل حاجات زي مش بها والبيت شغل جنبي كده ده مو موجود يعني ممكن خل من تحت كده بتحب فتة الكشك معمولة من ايه وايت طريقة تحضرها بسرعة من فضلك نسأل بقى اول دي يا امي بقى يلي عارف امي يلي بتعملها لي احلى حاجة فالدنيا ما عارفش اوصفها يعني ان اعارفش حتى ان الحد دوقتي ما عارفش مكونات الكشك ما كنتش انتريست من ساعة يعني عرفت ان هو اكتر اكلة ما احبها عمري ما روحت بقى سألت مثلا امي ما بيتعامل من ايه انا عادت له فيه زبادي تقريبا في الكش بس بس وابي بقى بحب كده تركيب من اي حاجة بين الشربة والزبادي كده وفي نفس الوقت محطوط على الرز فقه حلوة وعليها باصل كده فاللي هو تركيبة رائعة لا لا لو معهم بقى مثلا في الاخ او لحمة او اي حاجة كده بلوتين يعني بقى جامدة باعرف امشي حالي اللي هو الرجالي يعني اللي هو طب خلا خش المطبخ اعمل مكارونا استريبس عيشت او ممكن بيت ساعات انا بخش اعمل لانا اعرف عميره يعني استريبس ما فاش فاتي فهم وبطاطس ما فاش فاتي بس استريبس ساعات بتطلع مني اللي هو بخليها مستويش من جوا قوي وبعدين اكتشفت بعدين لازم عشان تتايلت على نارها ديها في السوا اوه فتطلع معرمش عن بره من جوا تمام طريا قبلها كنت اللي هو تطلع مستوي من بره وبعض دول هي مستوي بس من جوا لسه سقع او من جمده فهمنا بس اغرب حاجة حصلتلي في الراب سيركل ده اغرب حاجة في الدنيا هو الراب نفس يعني يعني بقى اي حاجة بتحصل فيه عمتا ما عرفش اغرب حاجة حصلتلي فيه ما عنديش اقول لك حاجة غريبة انا كنت مع انا صغير مثلا بسمع فنان اسمه ابيوسف وبعض اقول اوف الفنان ده بجد ان اجمد الناس في العالم انا نسي بس اقابله يا تخيل لو احد لو اقابله اعمل معادي تراج حلو فالله بعدين قابلت ابيوسف اعملت معادي باشي اعتمد و بقى هو يعني اكتر من اخويا وصاحبي في حاجة غريبة ايه فهام غريبة جدا بالنسبة لكم ما تكونش غريبة بس لو انا عائلة عندي خمساوة سنة بسمع مزكته وكده لو اتش متخيل ان انا ممكن ابقى صديقه فيهم الايام لا مش بس ابقى صديقه وابقى بنقارب الناس دي وعملناهم اغاني سوا واغاني كويسة فمسلا دي حاجة غريبة فهام فالراب برضو الناس انت ممكن ما كنتش تخيل ان هما يبقوا صحابك برضو في الوقت او يبقى اي اجمع بينكو شي مشترك او لو كنت شفتوا بعض في الشارع ما كنتش تبقوا وتسلموا على بعض اصلا يبقى من اقرب الناس ليك واكل شارب نايم قاعد في بيتك فهام وانت قاعد في بيته واللي هو خافين على الوعض بجد فهو جميل يعني عمطا وغريب سوا جاء لي عقد حفلة غالي بمضى كأنه كتب كتابي فاكر اول عقد ماضيته كان قمت وكان اي حساسك انا ممضيش عهود ممضيش عهود انا لسه ماضي اول عقد قريب لها كان مسلا من ست شهور قبلها كان يعني مدارة اعمل اياه اللي بتمضي بتمضي مكانها عشان انا ممضيش عهود سالسة ماضي جديد يعني فكان اول عقد ماضيته اعتبر من ست شهور اه بس يعني بابقى جاء لي عقد حفلة غالي حد غيري هيمضي انا يجيلي الفلوس تمام? وكان ايه احساسي يوقتها كنت مبسوط ان انا اخيرا يعني الحاجة اللي انا كنت محبها يعني من انا صغير اصمرت يعني بشي او جابت ايا حاجة او كده بس. كنت لابس نضارة نظر وعملت ليزك ولا ركبت عدسات ودايما لابس نضارة شمسة تمويه ده عشان ما انا عرفش عينك وتبص على ايه ولا استخابة اراها ولا استخابة اراها. ده انا بقى بس كنت بقى لابس نضارة نظر فعلا وعملت الليزك فبقيت لما جيت اصور اقول فيديو كليب ليا حسيت بفراغ يعني حسيت تقول نور كان جامد قوي عليك وكده فبس فخدت النضارة من واحد صعبية كان معي هو التصوير اصلا ما كان شبابة دلوقع تصوير كمير بس هو اخدت النضارة عشان كم يستريح اكتر قدامي الكاميرا اه بس فعنما البستها حسن مستريح اكتر بس وشان كلها عادت اصحابي عاد يقولوني يلايك عليك النضارة وكده ابتدت اجرب في الفيديو اللي بعده طبعا اللي ببضل لبس النضارة شوية فالناس اللي هو ابتدت اخبت بنا مع الحوار طبوكي افضل بقى فيه بقى بس هو حلو الصراحة يعني بقى مريح قوي في مؤخف كتيرة يعني فيه اوقات مسلا انت ما بتبقاش قادر تجذب على الناس هي تخطئ اكد بصله طاقة او التحوير طاقة او الكلام ده فبقى اوقات ما عدد انكش طاقة تجذب فان النضارة بتحوش عنك سهل انك بتتفدح من عينك عمتلا يا الاشخاص اللي بيبن هو بيكدب ولا اه من عين يعني سيباكم البادي بقى والبادي لانجوش وهرشت في مراخيرك هو العين هي اللي بتفضح حد فعي لو عينك متدرية تبقى الموضوع صعب فاهم عشان كده دائريتي دائعة في المعارف بالزبط علشان حاسس ان حد بقى يشوفني بجد من غير نضارة او مش من غير نضارة مش حور يعني مثل هو بجد بقى من ديك اللي هو اصادق في المشاعر معكم يعيش بحور او ببقى حطت اي ستاير بنا لها بحتاجة تبقى مويزات او حاجة عشان تخش الدايرة فتبقى بفهم معايزة بحب اللي هو ان الحوالي كله يبقى حابب الخير لبعضه والله بجد اللي هو يعني اهم حاجة ان كل واحد عنده اهم حاجة يبقى ان كله بيأكل فانت يعني اللي هو عشان تبقى معاي في الدايرة اللي هو بس تشتغل قوي او هاردوركر قوي بجد اللي هو قلبك عالشغلانة ام كانت اي يا رب بنصهر فيديو بنصهر كليب بنقى الاقنية بنكتب بنسجل بتاع بتبقى قتين واللي هو عنام اصحى الكنبة عالارض بتاع الانت احنا بنخلص الشغلانة لاننا مهما كنت تقدمت في كاريري او وصلت او كده لسه بتمرمط لاجل صنوعة الاشيئ نفسه اللي هو الاقنية او الميزيك فيديو او كده فانت لو معي لو معطاق بهذا الشكل انت في الدايرة واللي هو اموت عشانك بجده بمدومش كلام اللي هو بص اي حاجة بالان ما اخو يانا علي 재미在بوة اللي بتو яв SLU قصد تب вообще ايه يدير وبا Sow prices لاني بتكلمش خالص عن الحب في حياتي لا انا باتكلم انا على الله يكل عال الحب كتير يعني او بس مرتبط الا او او عاية اللي عيس ترتبط انا دوليتي حالا مش مرتبط كنت مرتبط رائيب يعني اسموعين تلاتة او اربعة جد بس او في جد وفي اللي هو تحريك يعني او اللي هو الا او مش تحريك بس الو مش بيعد وكانش فيه جد او ما كانش فيه لاو يمكن مكونش بنا تبادل نفس الشعور وفي اه كنا بنا تبادل نفس الشعور بدا عصلا اربع مرات مصر بس بادرب بوازيك ما بحداش ميمو جامد زي فلاش ليه فلاش اكتر كاركتر بتحبه وميمو شوية فلاش في ايه انا بحب باتمان اكتر من فلاش شوية بس عشان زمان واحنا صغيرين كنت بتفرج على سبيستون فكان في كارتون لباتمان وفي كارتون لسوبرمان وبعدين فلاش بيجي في الزحمة كده في الكارتون بتاع جستيس ليج فكنت بحس انه موضوع حقه وقدرته مفيدة يا جدعان ده ممكن يرجع بالزمن ده بيجري في سرعة لدرجة انه يوقف الزمن فاللوها بحاش مهتم ليه بي فاللوها انا صور عمري كان اميل للاندر ريتد او اللي هو الاندر دوج او الشخص يا جماعة فلاش انت وكلكم الدين فاعمل دجل باتمان وسوفرمان فلاش جاب بس عشان كده بحب فلاش الصراحة وشبه في ان هو سريع في اللعب يعملو فعشت انا في الراب برضو اللعب يعني بكتب بسرعة مش بارب بسرعة بكتب بسرعة بس اما بيعود يقول انت بتراب بسرعة انا بارب عادي لو انا هادي هادي ده انده مش رب بسرعة موجودين في كل تراك تلعوا ازاي واشمع دول الادلز اللي سبتين معاك لقينا على اي حاجة قول اي حاجة سراكت بحزنة او جد يعني مسلا تلات سنين بس عدو محصت شبيوم وشوف احنا وصلنا لحد فين او وانا اادي 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 سكو هتنفع يعني هتنفع اي حاجة اي ان كان المود اي ان كان لو بتدس حد فهمو اللي هو وانت لو فكرت تيجي اعمل فيك وساوي يا دنفع فهمو قولنا حاجة محادش عارفه عن ابي يوسف مرون بابلو واحمد سانتا ابيو لو منزل ستممية تراك او سبمية تراك فهو عمل عشان نصبه بيوضو يقولو يا ابني ابيو عامل سبمية تراك انت تتكلم مع ابيو ازاي عامل خمسمية اغنية او ستممية اغنية فهو اللي عاملهم بقى هو ما نزلوش مسلا الف واحدة فالله فدي معلومة احدش عارف عن ابي وكلو هم اجباد من اللي نزلو فدي كارسة بابلو بجد اللي هو من عبتر نص الطيبة في العالم كله فهمو احمد سانتا بيتكلم كازال اكنة في مصر بطريقة مبقرة يعني بيتكلم بورسعيدي واسكندراني وعادي القراوي وجزاوي وكل حاجة كل حاجة اه وعليش حاجة كمان عن سانتا مبيسيبش حد في حلو يعني ممكن بيفضل يترول ويصف ويتاريع على اي حاجة بص ممكن ايه الكوكب الوحيد اللي بيلف مع اتجاه الساعة بلوتو الارض مارس عطار انت هاي بلوشين مع الزهرة الله قواتي يا جد عامي واتك سألوا احني سألوا احني الحمد لله اكمل المسأل التالي اخرت خدمة الغز على لا انا امسألوا عربي بص صفاح حتى جوارفيا حلو بس نقرق برا الكوكب لا برا عني مسأل بومينج دي القادرة اللي نجيب اللي فيها فيك بلد ايه اللي النشيد بتاعها ما فيهوش كلمات جيموتي فوق في الخريطة ازريبيجان مسلا الارجنتين مادمش في اوروبا اسبانيا ايه ده اسبانيا نشيدهم ما فيهوش يان عربيا قولنا جامعة الكلمات دي عن كبوت عناكب كف كفوف سكر سكاكر حلم احلاف اول رحلة التوران في العالم كانت امتى وفين كانت الف سعومية تلاتة وعشرين غلط قبل كده الف تومنمية الف وتسعومية وتلاتاشر الف وتسعومية وعشرين الف وتسعومية وتلاتة جت رايحة من انجلترا اكيد ولا من امريكا ماشي تلعت من روسيا راحت لحتة طيب جوه امريكا راحت من يورك الواشنطن بما اني من مكسيك تعرف تقول لنا معنى الوان العلم عرف اقول لك معنى الوان العلم اللي اخضر النص اللي ابيض الاتحاد اللي احمر النص المكسد الدم الكفاح عايزين اربعة اصحاب جوندرا من الراپ دريل و تراب التراب الشعبي بتاعنا اقول مش بيعترضوا عن نسمه تراب شعبي بس راوه بين التراب وبين الشعبي مثلا جيرزي كلوب اللي انا عملوه او الفونك عينزل الالبوم الجديدة وسمعتوا التالت راكات الفونك اللي عملوه او البرزيليون فونك او عمى تنميزة الراپ انه ينفى اي حاجة تنطبق تحت اسواب جوندرا في الراپ في كم عظمة في جسم الانسان سلتمية ستة واربعين باين غلط بعيد قوي اعلي من مية مية ستة واربعين ميتين ستة واربعين ميتين متين وستة اخواتي يا جدا ايه متوسط فرق الطول بين الرجلة والستات عشرين صنط عشرة صنط خمسة صنط تلاتة صنط رائح رائح اجد انا كل جبات دي انا بجيبها لوحدي بقى اخواتي ما نقولها زي العبارة تتحرق فوقا اكثر ما هي محروقة تتحرق فوق ما هي محروقة تتحرق فوق فاكتر ما هي محروقة راح الاستاذ في فيلم نظر صلاح الدين استاذ على اولاية الدين واعامل دور مامتو فلما كانوا رايحين يتقدموا لفوفا وهم ما كان بتاخد الحق ان ما بتاع الواء كان عايزين يطعموا فلا تتقارق فوق 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 تتلوكوا التوصيل بس عشان تناسي بس لعنا في العفلام بس ممكن عمد ثلاث ساعات بس اوه طب انا خلصت كده يقول الاسئلة دي كانت حلوة مرش عارف انا اي حاجة بس كانوا حلوين مش تعرفت في الفقرة دي اتجاب على الاسئلة اللي موجودة بسرعة جدا وبقادها هتكلم حد ضريب منك تسألوا ناس الاسئلة عشان ترفوا عارفك كويس ناوي نوم ولا صهر لا صهر او اكتر ترق بتحبوا نفسك حتش عارف يجاب السؤال دي غالبا عشان هو بيتغير كل يوم ناس كتير من الالبوم الجديد تركس مناس كتير لسه ينزل في الالبوم الجديد بيرجر ولا بيتزا بيتزا فانسي ديت ولا كاشوال فانسي ديت بتلعب بيستيشن وتتفرج على فيلم وتتفرج على فيلم بتاكل اكل حلوة ولا ترمرم اي حاجة ارمرم اي حاجة لما بتحضر كونسرت بتصور صور فيديوهات كتيرة ولا بتحاول تحاول اعين جوي اكتر بحاول اعين جوي اكتر عندي كم نظارة كتير شو اعرف او اعرفش روال لا شهر الستة اللي فات كسارة المية فقال لو ستة اللي فات احنا 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 في واحد دلوقتي السنة الجديدة شهر الستة الجاي والي السنة على المية كسارة المية ممكن دلوقتي لها مسلا من مية وعشرين مية وخمستاشرة بس بس مش كلهم اصلين ومش كلهم غلين برضو عشان نورة طبع الناس فهمها والله في حاجة بتتريمي عليها في عفلات وكذا بس انا بجمعهم كاتسكار يعني مش كلهم بلبسهم مين اول حد بتسمعوا الترك لما يخلص اللي عاد معي في وقتها الشغل شغل اه بص الاس انت اسأل اسئلة واشوف اجابتي تطابقت مع اجابتك ولا لا يا ستا انا غوي نوم ولا غوي صهر لا غوي صهر جامل ايه اكتر ترك بحبه لنفسي وممكن اديك انت انا اقولش حاجة نزلت قلت حاجة في الالبوم الجديد ايه انا اقول يابدي انت ناس كتير صح اجابة صحية الله عليك الله عليك يا ابني والله العظيم طبع انا بحب البرجر اكتر ولا البيتزا انت راجع عامل ضايت دا حقيقي واسا عامة في الاموم انت بتاكل الادنين اميزو بس تحب البيتزا جدع انا انا جدع جدع شعب دي حاجة انت هتعرفها ازاي بس تماما انا انزل فانسي ديت اكتر ولا كاجول ديت انت قويك تنزل كاجول ديت ولكن زهرين تنزل فانسي ديتا تجاوب يامني تجاوب اللو الضغط يا ريجر انت بقالعب بلايستيشن ولا اتفرج على فيلم صح عساية انا عمتا قلت اتفرج على فيلم اتفرج على فيلم انت اجابتك انت تلعب بلايستيشن هو لا اكل اكلة حلوة ولا رامرام اي حاجة بالنسبالك انا ايه اتشاب برامرام امام حامل صح انا جاوبت كده لما بحضر كونسرت بعد اصور فيديوهات كتير ولا بحاول انجوي اكتر لا ببعز الفيديوهات مش متصور شكرون انا مصورش يا صح لا ببعز طب السؤال بقى مهم بقى انا عندي كم نظارة لا دا سؤال ما يفعش اتصال والله قلت كده يا لاب الزوطة اكسمر ليه قلت كده يا لاب الزوطة والله مين اول حد بسمعه اتراك لما اخلص لو جابها صح يبقى اوام خاوي الله عليك يا نوع بقى قول بقى ما هيعم سانطة الله عليك في البيت وانا اعاد مع نفسي بغني ولا مفضل اعاد ساكت طب خلاص بقى انتت امرأي ابني بقى شكرا اللي هو بتاع كل الاسئلة استى سح والله العزين ممكن اجبا عافوا السنتين استعافى يا أخوة يا نينا ياو صادح صادح فخديكم جدا أحموكم أكثر الله احبقي اشتركوا في القناة